فعلا كنت من اكتر الداعين ويمكن في اكتر من حلقانة في البرنامج وفي محطات وبرامج اخرى والتي لازم نرجع الاسئلة المقالية بالضبطة فحتى ايام دكتور طاري الشاوك كنت بنادي بكده تمام فعلا دكتور ردح جاهزة سجاب للدعوة وقال حندخل الاسئلة بنسبة 15% طبعا 15% لها طرد طموحنا بس احسن من الاول دي اول نقطة تاني نقطة السنة دي فرصة لطلاب السماء العامة للحصول على ما جميع عليها ليه يا فندم دكتور ردح عمليا جي في الاخر او الاولاء الامور طالبه قالوا تحت حط اسئلة في مقال قصير وقت الامتحانات سابت زي ما هو فبالتالي وقت المقال القصير حقب شوية ايه دي ايه او وقت من الطالب في الاجابة فهنا الطالب عايز الوقت اكتر فعمل ايه بدأ او خد قرار ان هو ينقص عدد الاسئلة في كل مادة في اللغة العربية نقص خمس اسئلة يعني كان عدد الاسئلة مثلا 60 بقى 55 سؤال في اللغة الاجنبية كان 40 بقى 37 سؤال في اللغة الفنسية كان 33 و 31 سؤال كل مواد شوية بتعلوم وشوية بتأدبي كانت 50 بقى 66 سؤال طيب هتلاقي هنا حط في كل امتحان اسئلة مقالية ماشي طيب في اللغة العربية حط كم سؤال حط بتاع 4-5 اسئلة مقالية في اللغة الاجنبية ثلاثة اسئلة في اللغة الاجنبية التانية سؤالين برضك في علم النفس ومواد الادبية ومواد الشعب العلمية المهم حط سؤالين فبالتالي هنا في كل مواد قاس قدرات الطالب على انتاج مش انتاج بس عمليات الطالب في الوصول الى المعرفة وانتاج المعرفة حط سؤال في التعبير سواء في اللغة العربية او اللغة انجلزية عليه 4 درجات وانت عارف حط سؤالين اكتر مني ان القدرة على التعبير من اهم القدرات اللي احنا يمكن نقس عند الطالب ليه عشان هي بتقس عمليات تانية اقل زي ايه بيقس قدرة على الربط القدرة على الاسنتاج القدرة على الكتابة الى اخره فدي كلها عمليات بقت موجودة السنالي ايه تانا يا فنم دكتور اضح جازي عامل حاجة كويسة جدا الناس بيتخوفوا من الاسئلة المقالية وتصحيحها بيقولك فيها ذاتية يعني فيها ذاتية انا حريك لو انا جبت وارد اجابة طالب وسؤال وانا كمصاح وحريك كمصاح صححنا نفس السؤال كل واحدة دول درجة مختلفة